قليل تبدو صورة ضبابية والرؤية منعدمة لكن لا يعني هذا شيئا في مقياس الحرب سوى أن القذائف تشق طريقها في جبهة الكدحة جنوب غرب محافظة تعز حيث الريف الذي يشهد مواجهات منذ ما يزيد عن عام ونصف تقريبا الجبهة في سياقات كثيرة لا تبدو سوى ساحة تتسع وتتمدد بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوث وقوات الرئيس المخلوع من جهة أخرى فهي وعلى الرغم من تكبد الميليشيات خسائر كبيرة ما تزال تشهد أعنف المعارك كلما شعرت الميليشيا بالخطر من تراجعها وانتكاستها المتكررة زجت بتعزيزات أيضا لم تعد من هذه الجبهة بخير أو حتى بخبر سار تقول الأخبار القادمة من هناك أن قوات الجيش الوطني صدت هجوما عنيفا للميليشيا وتحدث مصدر ميداني لمراسل قناة بالقيص أن الميليشيا شنت هجوما عنيفا مصحوبا بقصف مدفعي مكثف بهدف السيطرة على مواقع تبة القناص وسائلة الدرجاف الذي حررها الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين مضيفا أن الجيش تمكن من إفشال هجوم الميليشيا بعد معارك عنيفة قتل وجرح فيها عدد من عناصر الميليشيا لكن لم يذكر أي رقم محدد لعدد القتلى تبرز في طريق محاولة تقدم الميليشيا تعقيدات كبيرة فالجهل بالطبيعة الجغرافية للمديرية وخسائر العديد من حلفائها هنا أيضا تسبب بإحباط أي تقدم وتحقيق أي سيطرة ليبدو كل ما تقوم به جماعة الحوثي وحليفها المخلوع هنا إخفاقات متكررة ليس إلا في قائمة متاهات حربها في ريف تعز كما في المدينة شكرا